اتجاه الاول ماذا قالوا قالوا ان الامر بالاطاعة مطلقة هذه صغرى القياس وكلما كان الامر بالطاعة المطلقة فهو دال على العصمة هذا كبرى القياس التفتوا جيدا اذا النتيجة ماذا النتيجة اذا اولي الامرها من المعصومين واقعا الحديث كل الحديث في ماذا شنو في الكبرى كما تعلمون دائما في القياس من الشكل الاول نحن لابد ان نثبت ان الكبرى تامة حتى تكون الصغرى من مصادقها تقول زيد ماذا انسان اخو امامي انسان يمشي ملانا ولكن وكل انسان ناطقون هذه تحتاجه الى ماذا هذه الكبرى التي تحتاجها المجبلة تحتاجه الى ماذا تحتاج إلى دليل من قال وكل إنسان ناطق وكل إنسان ميت وكل إنسان ضاحق هنا أيضا أعزائي في الاستدلال لابد أن نثبت ماذا صحة الكبرى الكبرى ما هي تقول هؤلاء هؤلاء أمر الله بطاعتهم مطلقا هذه صغرى القياس كبرى القياس وكل من أمر الله بطاعتهم اللي كان محمول في الصغرى صار موضوعا في الكبرى هذا الشكل من شكل الأول وكل من أمر الله بطاعتهم مطلقا فهو ماذا شنو فهو معصومون فالنتيجة ماذا فهؤلاء من الفأولو الأمر من المعصومين يقول وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة لا مو فقط من علماء الشيعة شيخنا وإنما جملة من أعلامي السهنة أيضا ذكروا قرانا من الفغر الرازي أساسا هذا الاستدلال من شأه الفغر الرازي مو من شأه ماذا علماء الشيعة وأما ما ذكره جمع من علماء الشيعة من أن الله أوجب طاعة أولي الأمر بنحو مطلق على نحو إطاعة الله ورسوله ولا يجوز أن يوجب الله طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت عصمته وأمن منه الغلط والأمر بالقبيح وجل الله سبحانه أن يأمر بطاعة من يعصيه أو بالإنقياد للمختلفين بالقول والفعل فليس هذا جواب أتركه إذن علينا إثبات ماذا إثبات صحة كبرى القياس أولا النقض الذي أشرنا إليه قبل قليل وجملة من الأعلام وافقوا على ذلك قالوا أن الشارع قد يأمر لمصالحا بالطاعة المطلقة وإن كان يعلم أن من أمر بطاعته ماذا ها قد يخطئ ومثاله ضربنا للأعزة وهو أنه التفتو جيدا الآن نحن نعيش في نظام مشروع في الجمهورية في النظام الشرعي في الجمهورية الإسلامية إذا شخص ولي الأمر من خلال القوانين التي وضعها ماذا في البلد ها شخص وأوجب ذلك وجعله قانونا وأنت متخصص في ذلك الباب قلت أنا أعلم أن هذا القانون خطأ وسيلتفتون إليه بعد مدة تستطيع يجوز لك مخالفته في الجمهورية الإسلامية أو لا يجوز ها يجوز أو لا يجوز كل من قال بنظرية ولاية الفقهية يقول شنو لا تجوز المخالف مع أنك تعلم ماذا بخطأ وهكذا فيما يتعلق ولهذا أنت تجدون في مسألة الهلال تسأل المرجع مالك أن هذا الذي تقوله تقوله على نحو الفتوى تقوله على نحو الحكم الشرعي إذا كان على نحو الفتوى تستطيع ماذا إذا ثبتت عندك خطأه واشتباه تستطيع ماذا أما إذا كان على نحو الحكم الشرعي الصادر من المرجع مالك تستطيع المخالفة أو لا تستطيع لا تجوز المخالفة يحرم المخالفة لأن حكم صادر هذا نقضه هذا نقضه وهو نقض واضح وهو نقض واضح نعم لماذا الشارع يفعل ذلك لماذا الشارع يفعل ذلك لأنه يريد أن يعطي حرمة وقدسية لأي شيء ها للحكم الصادر وإلا لو فتح هذا الباب وقيل أن حكم الحاكم والولي والآمر حج ما لم تعلم بخطأه فهذا يقول إحنا علمنا خطأه ذاك علمنا خطأه إذا يعملوا بالحكم أو لا يعمل لا يعمل فلكي يحفظ من مخالفة وأن لا يقع الهرج والمراج وأن لا تقع الفوضى وأن 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 إلى آخره ماذا يفعل يقول تجب الطاعة شنو مطلقا هذا وجه هذا وجه وجه آخر لا لا من قال بأنه هو كان على خطأ وأنت على صح بل في الأعم الأغلب لأن موسوعة معلومات واطلاعات على القوانين والوضع أكثر منك أو ليس أكثر منك فلعلك أنت المخطأ وهو المصيب فيصح ذاك ويخطيهك وإن كنت عالما ماذا وإن كنت عالما بالخطأ هاي مثلين عزائيل هاي الوجه الثاني الوجه الثالث خلو ذهنكم وهو أن المولى يحسب مولان يحسب خل ذهنك يمي يحسب أن هذا الشخص الحاكم الولي عندما يصدر مئة قانون ومئة حكم ينظر أنه لأنه أهل دين أهل تقوى أهل علم حوله من المتخصصين كذا وكذا في كل مئة حكم لا يشتبه إلا في ثلاث أو اشقيت أو في أربعة يعني نسبة الخطأ اشقيت خمسة في المئة نسبة الخطأ اشقيت عشرة في المئة فإذا قال لا تعتمد عليه لأنه يوجد في أحكامه عشرة بالمئة خطأ هذا لازمه أن تضيع الأحكام تسعين بالمئة صحيح مولان فلحفظ أحكامه التسعين في المئة يقول حتى لو يشتبه خمسة وعشرة في المئة ماذا تفعل ها تجب أن تطيعه حفظا لأي شيء حفظا لأي شيء حفظا لتلك التسعين في الإيمان هذا الذي أوضحناه مفصلا أعزائي في التزاحم الحفظي للسيد الشهيد لأنه إحنا عندنا تزاحم أعزائي ملاكي وعندنا تزاحم امتثالي وعندنا تزاحم حفظي يعني شنو يعني أن الشارع في جملة من الأحيان يعلم أن هذا خطأ يعلم أن هذا خطأ أضرب لك مثال خلي ذهنك يمي هذا التزاحم الحفظي هو يحل لنا مشاكل المولانا في المباحث الدينية والمعارف الدينية لو أنه المولى قال لمن تحت يده قال إذا علمت أنه ابني وأصيب بضرر أو غرق يجب عليك ماذا إنقاذه هذا ابني يجب عليك ماذا أو إذا كان مؤمنا يجب عليك ماذا إنقاذه أما إذا ثبت أنه كافر ثبت أنه عدو لي يجب عليك إنقاذه أو لا يجب بل لا يجوز لك ماذا شنو إنقاذه إذا قال له هكذا يمكن هذا الذي تحت يد المولى يشتبه فيتصور أن هذا الابن مو ابن المولى وإنما هو ماذا شنو عدو المولى فينقذه أو لا ينقذه لا ينقذه المولى حتى يحفظ أنه دائما ابنه ينقذ يقول من رأيته يغرق يجب عليك ماذا انقاذه يقول سيدي احتمال أنه هذا عدوك يقول حتى لو كان عدوي أنقذه أخشى منك أنه في اليوم أنه أنت تتصور عدوي وهو من ها وهو ابني فحفظا لابني لا يغرق ولا يتضرر أقول احفظ ماذا احفظ حتى عدوي أجل عين ألف عين لأجل عين تكرم هذا يسموه التزاحم شنو الحفظ مولانا في حجيتي قول المفتي أو الولي حتى مع العلم بالخطأ ها هذا التزاحم الحفظ ما هو حاكم إذن لا يستفادوا وهذا هو الجواب الحلي لما قاله أهل السيد الطباط طبائم وهو أنه لما قال تجب الطاعة مطلقا إذن معصوم أبدا لا ملازمة لا ملازمة لا تجب الطاعة مطلقا حتى لو لم يكن ماذا لماذا باعتبار أنه يريد أن يكون هناك نظام يريد أن يكون يحترم رأي الولي يحترم رأي الرسول وإلا إذا قال للأمة التفتوا قال للأمة تجب عليكم طاعة رسول الله ما لم يأمر بمعصيتين وإنتم جنابك تجتهد تقول هذا رسول الله أمر جنو بمعصيتين فلا تجبوا طاعته قال اذهبوا إلى الحارب أنت مشخص أنه جنو ما كن مصلحة فبتروح للحارب لا ما يصير بعد يمكن إدارة المجتمع أو لا يمكن يمكن إدارة الأمة أو لا يمكن يمكن للمرجع العامل الفاعل التفت لي جيدا هذا الرجل لا بد أن يدير الأمة والدليل على ذلك ما يلي خلي ذهنك خلي ذهنك زيان يم يا عزا احنا في علم الأصول عندنا مجموعة من الظنون الحجة من الظنون التي جعل الشارع حجيتها ماذا خبر الثقة أليس خبر الثقة حجة أو ليس بحجة حجة أو ليس بحجة ماذا تقول نعم قائم أصولنا فقهنا عقيدتنا قائم على خبر الثقة سؤال وكل ثقة دائما يصدق في كلامه لو يحتمال يكون مطابق للواقع لو احتمال الاشتباه ها مو أقول يكذب لا لا لأنه ثقة لا يتعمد الكذب ولكن يسهو أو لا يسهو يسهو يخطأ أو لا يخطأ يخطأ لا يفهم جيدا أو يفهم دائما قد لا يفهم من ينقل بالمعنى دائما ينقل صحيح أو يخطأ لا يخطأ مولان ومع ذلك الشارع أوجب حجية أو قال بحجية خبر الثقة مطلقا لو مع خمسين قيد ماذا ما قالوا مطلقا مع علمه أنه يخطأ تقول لماذا جعل ذلك قال لأنه أنا في اعتقادي أن الثقة الضابط العادل المتدين العالم كل مئة خبر عندما ينقل ثمانين بالمئة منها جنوة مطابقة للواقع عشرين بالمئة منها ماذا مخالف الواقع فلو لم أجعل له الحجية لضاع عليكم حتى ألا تقعوا في خطأ عشرين بالمئة لوقعت لفات منكم مصالح ماذا ثمانين في المئة فإذا وقعت تزاحم بين حفظ ثمانين في المئة والوقوع في اشتباه عشرين بالمئة أو ألا تقعوا في اشتباه عشرين في المئة وضياع مصلحة ثمانين في المئة أيهما يقدم يقدم حفظ ثمانين في المئة وإن وقعتم اشتباه ماذا في عشرين هذا التزاحم الحفظ في باب حجية الظواهر أيضا كذلك في باب الاستصحاب أيضا كذلك في باب البراءة أيضا كذلك أنت والشارع يقول كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس سؤال واقعا كلما أنت حكمت بطهارة شيء في الواقع طاهر اللي احتمال نجس أيضا احتمال نجس كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعى سؤال قاعدة الحلية دائما مطابقة للواقع لاحظا سوق المسلمين ها ذلك الشخص دخل على الإمام تعرفون الرواية دخل على الإمام قال يا ابن رسول الله كان يأكل جبن الإمام صبح مولانا خفزه جبن مولانا أنا ما أدري بأنه كان يأكل ويأشي لأخر يولا خفزه جبن كان قل يا ابن رسول الله تأكل الجبن قال لا تعلم بأنه بعض القصابين لا يذبحون الذبح الشرعي هذا ما أدري كذا والأنفحة التي تأخذ منها ما هي ها نجز الصير بعد فلكي يتحقق الجبن أو يتكون الجبن يحتاج إلى ماذا ها إلى الأنفحة حتى أنه كذا قال ألي شنو ألي عمل واحد أو لكذا يترك سوق المسلمين افترض أنت واجد فتقص صاب لا أنا أي شي يزوي أنا كل سوق المسلمين أقول ماذا نجز هذا ما يصير عزة هم ما يصير مولان مع أنه يقيننا في أي سوق إسلامي أنت تذهب احتمال يوجد أن الذبح غير إسلامي أو لا يوجد نعم يوجد مولان فالشارع يدور بين الأمر إلا إما أن يقول أن سوق المسلمين لا اعتبار به وهذه حرجوا الضرر وإما أن يقول سوق المسلمين معتبار وأمار على التذكية وأمار على الصحة وأمار على الطهارة وأمار على العباحة ومع أنه يوجد مخالفة للواقع أو لا يوجد يوجد إذن فتحصل التفتول يا عزة فتحصل أن الأمر بالطاعة المطلقة لا تلازم ماذا لا تلازم العسم وهناك شاهد من القرآن يثبت هذا المعنى إن شاء الله إلى غد والحمد